تاني بردو اه ده مش حد ايه اللي حصل هون بس عايز اقول ان في ناس نزيرة على الانترنت صورتي وصورة ليناردي ديكابريو في فيلم وقالوا ان احنا بنقلده يعني ده ملوش اي علاقة بالتقليل يا جماعة على الاطلاق لان انا مش معقول اعور نفسي بجد لا يا جماعة ده نموذج مصر ده شر شر لا ده بجد طبعا الاستاذ محمد كان عامل لنا البيزانسين ان انا بخش عصبي وبقوم داخل خابط البتاعه في الازاز بتاع السيدلية فبيتكسر بس ما حدش فينا خالص ولا هو شخصيا كان متوقع ان فيه لوح من الازاز ده هينزل يفتح لي السبعين دول كده هو فتحهم الاتنين كده فانا طبعا حصل بتاع ده باول المشهد وفجأة لقيت وجع جامد اوفا ببص في ايدي كل ده وانا انشوت يعني المشهد شرغان فلاقيت دم وجع رهيب يا دكتور فطبعا محمد سامي قاعد على المونتور كان لسا هيقول ستوب فالقاني بكمل مكمل ففضل عامل كده انت فاهم عامل كده على المونتور اللي هو هيقول ستوب هيقول ستوب هيوقف فانا طبعا مفيش وروح تمكمل وبعدين فكرت لجزء من الثانية جوه وانا عايش جوه الشخصية ان انا طالما دي تعورت وحصل لي كده طب استغل لها بقى فانا مكنش متفهم مع اسستيز محمد سامي ان انا هطلع في المشهد ده سجارة واولح فولازم ببقى متفهمها على كل حاجة قبل ما انا عملها فانا انا انشت فمش عارف اعمل ايه فروحت مادد ايدي في جيبي مطلع سجارة قلت لازم استغلها يعني مش اتعورت ومستغل لهاش كمان اه فروحت مطلع سجارة وبدأت اتكلم معاهم وانا بشرب السجارة والكلوز علي وانا بقول لهم رضوان هنقتله هو وامراته وعياله والدم نازل من صباعي كده الكارسة في الموضوع ان فيه ممثل محمد علاء جمايكا اللي عامل دور ياسر اخويا واقف مش واخد باله احمد فهيم اخد باله والان وتقريبا ان انا فصلته عن المشهد تقريبا بسبب الدم والدم بقى مغرق الارض الكاميرا مش جايبة تحت فالارض كلها غرق انا دم عمالي نقط دم ايه مش قادر اقول لك واجع رهيب يا دكتور ومحمد علي قول ايه يا جماعة فيه ايه فيه ايه حوى حصل الصفة من هنا لقيت لك استاذ محمد سامي نقطة على اللوكيشن بكل الناس بدكتور شادي علام المنتج الفني ودكتور شادي علام كمان هو دكتور اصلا فقاعد يقول لي وريني وريني لا ده لازم تروح المستشفى ده لازم غرز ده لازم مش عارف ايه وفعلا روحت المستشفى اربع غرز في السبعين والحمد لله عدت على خير بس انا يعني طبعا استاذ محمد خلى كل ناس قفلي لان انا كملت المشهد يعني انا كان ممكن على طول اقول ايه ده يا انا السب يا جماعة وبصد المشهد مش عارف اكمل تصوير اصلا اليوم ده لاني روحت بعديه على المستشفى على طول بس انا كملت ايه تاني مشاهد تقابت فيها مشهد الفنال كان صعب جدا واحساسه كمان واجعني قوي مشهد صعب تمثليا انا هو محمد رمضان كان مشهد قوي قوي وصعب وتعبني وكان فيه اكشن ومشهد صعب وطبعا مشهد الخناءة طبعا برضو كان من متعب جدا 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 لاني ترزعنا في كل حتة يعني بص عينينا مشهد الخناءة ده اخد يومين تصوير يومين تصوير يومين تصوير كان صعب صعب لا ما كانش طبعا فيه ضرب مباشر يعني بس كله طبعا بتكنيكس بس كان مرهق ومتعب بشكل غير طبيعي وويرات وحاجات يعني بص تشعلتنا